السلام عليكم انشاء الله تكونوا كامل لبس وملاح وانتوا نشوفوا في الفيديو اليوم طلت عليكم اليوم دي اي واي يعني قلتوا عليه رمضانه هو قريب نبدأوا يعني مشاغر التحضيرات نبدأوا تعلمينا نبدأوا شويا نديروا هديك الجو الباهيج يعني في المنزل تاعنا وخاصة عجل ولادنا يعني باش هكدك يحسوا بشهر رمضان اليوم هكدك باش نحبوهم دائما في قراءة القرآن يعني اللي ورد اليوم التاعهم ولا في شهر رمضان رح نخدمون نعملوا هاد البوك مارك يعني هاد الاشارات المرجعية اللي نحطوها في المصحف الشريف يعني كي نقرأوا القرآن يعني باش هكدك نشفاو على الصفحة يعني اللي توقفنا فيها اذا رح نطيكم طريقتين دي ممكن ما تعودتم معايا طرق بسيطة يعني بوسائل بسيطة حتشوفوا معايا اذا هنها الموضة الولاني كتبت فيه بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذك الورقة اللي كنت شوفيها كنت استرجعتها هي لك كانوا عندي وحد الرزنامة يعني وحد الرزنامة قديمة كانوا الورق بتاع يعني نوعيتها وجيدة هولك نحيط يعني قطعت هذك الأزاء بما انه هي ملونة انتم ما تقدروا يعني تجيبوا أوراق عادي تعال الرسم وديروا فيها الألوان اللي حبيتوا يعني ألوان الأكريليك ولا الألوان المائية عادي مهم تعملوا هاد الوراشات جبت يعني انقلتها عادي يعني منت بسم الله الرحمن الرحيم وبقول رب يزدني علما ولا يقرأك ما حتشوفوها معايا كلها متوفرة يعني هذا بالنسبة للأشخاص اللي ما يعرفوش يكتبوه الخط العربي وهي فرصة كذلك يعني باش يعني بالك نكتشفر وحدنا كنوا نعرفو نديرو الخط العربي ولا نعلمو أولادنا عادي رح تديروا عملية نقل يعني الكلمة اللي كوحبينها بورق الشفاف عادي ومبعد بعد ما تنقلوها رح تخرج لكم يعني في الورقة تاعكم هنا سنستعملوا الفاتخ يعني قلم يكون من الأحسن يكون حبر تكون عندو ريشة رقيقة يعني أنا عملت بواحد كانت الريشة تاعو شوية غشينة ومبعد في الثاني يعني تقرأ هادك بدلت الريشة يعني كانت النتيجة أحسن وأحسن فعلا دونك تجيبوا الحبر تاعكم يعني اللي رح تنقلوا به وبعد تبدو يعني هذه عملية بسيطة تبدو تمروا فقط فوق الكتابة تاعكم هاي لك يعني شوفوا تخرج يعني بشكل عادي يعني تقدو هاد الشفاف ولا الشفاف لاخر هادك اللي نستعملو في الخياطة اللونة أصفر هادك تنتيا فيه بالغرض دونك هوليك الفاتخ هدايا عندو الجهة خشينة وجهة رقيقة حنا في البداية عملت يعني كانت النتيجة عملي حاب هاد الجهة خشينة ولكن الجهة الرقيقة التاع والتانية هادا قلم الحبر الثابت انتم ما تقدوا تستعملوا اي اي قلم حبر يعني يكون متوفرة عندكم ولكن من الاحسن تكون الريشة يعني تاع الكتابة تكون رقيقة ظالة ما تنساوش كامل التفاصيل شوفوا يعني رح تخرج لكم كيمة كيمة مطلتوها وبعدوش رح ندير بما انو الورقة رقيقة شوية رح نزيد ندعمها في الخلف انتم ما تحبوا تحطوها على كارتون يعني كارتون يكون مسترجع عندكم الذهب هذا الكارتون تاع الحلوية تنقدو نسترجعه لأي كارتون اخر انا درت يعني نفس الورقة عاود استرجعتها وقطعت الحواف هكذا بشكل دائري يعني نتنحو الزوائد اذا خرج لكم الزوائد وبعدوش رح ندير دركها رح نتقبها ورح ندير هادك عن بونبون اللح يخرج لي من الكتاب تاعي جبت هذه اللح كنتشوفها يعني الآلة نتقبوا بها الورق وجبت هاد البونبون يعني كانوا متوفرين عندي عكذاك ولسقتوا يعني بشكل عادي فالا شوفوا يعني نتيجة كانت ملاحة يعني عجبتني واي مبتدئ يعني يقدر يقدر يديرها بشكل بسيط فالا هاي لك يعني كيفش نحطوها في المصحف التاعنا الثانية جبت ورقة رسم عادي نقلت بنفس طريقة كلمة اقرأ ومعزلت لها يعني في الجانب اقرأ باسم ربك الذي خلق فالا لونتها بألوان معباد هادو يعني تعنا تعاولادنا عادي انتوما كما تحبوا يعني تقدروا تلونوها بالأكريليك تعاودوها هاي لك هنا دور كار نعمل بالريشة هذيك الرقيقة فالا وتخرجوا التفاصيل تعالى الكلمة تعكم وبنفس الطريقة راح وشنو راح نحطها هنا زينة الحواف كدلك هكذا بنفس سيالة يعني باللون الاسود باش يكون كاين يعني تنازق في الالوان جبت هنا الفوم اللليتر يعني الذهبي وقطعت يعني ورقة شوف كيف زينة لها الحواف نعمل الزخرافة وجبت الكلمة التاعية هذه الورقة ورح لسقها عادي يعني بالسيليكون بنفس الطريقة نتقبها ورح ندلها يعني هذك اله بومبوم فالا بها الطريقة يعني انتحصلت على اشارة مرجعية وهي ورشة يعني مناسبة قدلكم الشهر رمضان ندروها يعني مع ولدكم وعملو هذ البوك مارك فالا دونك هذي الورشة تعليون شح تكون عجبتكم ولا عجبتكم دائم كما نقلكم لايك يوها وما تنسوش يعني اتبعوني في الانستغرام كذلك كان وكخفت عمنا دونك كان افكار بزاف مليحة سواء خاصة يعني الدكورات المنزل فالا دونك في النهاية نقول تحلوا في روحتكم وابقوا حاليا خير اتلقى ان شاء الله في فيديو اخر مع السلام